اهلا بكم النهاردة مشاكل رمضانية. طبعا الحلويات. في ناس عندها مشكلة جاملة جدا بالحاجات المسكرة وعندهم شراها وبياكلوا كتير طبعا وزنهم بيزيد بيزعلوا والممكن يكون عندهم السكر منفعش ياكلوا كتير كده وحاجات كتير قاوي. المشكلة اللي بياكلوا كتير بعدين بيدخلوا في لوم وانا ازاي عملت كده اللوم ده بيجيب اكتر تاني يوم ياكلوا تاني لان طبعا واللي بتركز عليه بيكتر. فهم مركزين انا مش حاكلوا حلويات انا ما ينفعش حاكلوا حلويات كتير كده انا ازاي بعمل كده في نفسي. فاللي بيحصل ان تاني يوم كان عقلهم بيبعثهم كل حلويات كل حلويات كل حلويات. ها دي الرسالة اللي وصل للعقل. فالمهم هنكسر الشراها دي ازاي احنا احسن طريقة تكسر الشراها دي تقنية التحرم من مشاعر السلبية. رهيبة. حتى دي حتة بنعلمها في الكورس لانه مهمة جدا لان الناس كتير عندها شراها طبعا مش بس الاكل وممكن تكون سجل وم حاجات تانية في الدنيا. اي شراها اقشرة نقدر تكسرها عن طريق التقنية. فنبدأ. شوف لاني ادي ايه شراحتي للحلويات. وممكن تكون مثلا لحلويات شرقية. ممكن تكون لأي حلويات انا باكل حاجات تانية كمان واعمل اكل بقى حلويات غربية بجنان اي امكان. شوكولاتة. فقوم بتاني فعل شوكولاتة. فبالرغم من ان عندي شراها فضيع للحلويات انا بحب اتقبل تفسي. بالرغم من ان انا عندي شراها باكل كتير قوي من الحلويات. انا بحب اتقبل نفسي. بالرغم من ان انا حمود باكل كتير قوي من الحلويات. وبعدين بتداق من نفسي. انا بحب اتقبل نفسي. باكل كتير قوي من الحلويات. بعمل حاجات غريبة جدا. وبعدين بندم. وبعدين بتعب. وعد اشتكي. وعد لوم نفسي. وازعل من نفسي. باكل كتير قوي من الحلويات. باكل كتير قوي من الحلويات. الفيديو ده على المضايقة من انا عندي شراها. مش عشان فوق الشرع. باكل كتير قوي من الحلويات. بعمل حاجات بحشة في نفسي. كل يوم بكرر نفس الموضوع. كاني ما بفهمش. وبدايق ان ما عنديش اي قدرة عالتحق. يعني دي انا قمسك نفسي. يعني ما عنديش ارادة بقى. ما عنديش ارادة ولا ايه. انا زعلانة قوي من نفسي. انا اشتكي 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 اشتكي. لغاية ما قاعد دنيا تهدى معايا وما بقاش عندي المشكلة دي. طب دلوقتي عايز اقول حاجة بقى. يترى ينفع. اكل. اللي انا محتاجه. واللي يبسطني. واكتفي. يترى ينفع ابص عليها وانبسط. وعناية اكل. وانا اكل. بس اكتفي بحاجة صحي قليلة. يترى ممكن. لان مش كتره اللي بيبسط يعني. ليه لازم ااكل الكمية دي. ليه لازم اكون قصصانية. يترى ينفع. ابقى مكتفي. فعلا مكتفي من جوه. مفيش حرمان بحتة او حتتين. يترى ده ينفع. انا انا باختار العقلي يقدر الكمية المناسبة. وانا ابقى سعيدة بيها. اوكي. فده سيساعدك او يساعدك ان انت ما بقاش في الشراهة الفضيعة لأكل الحاجة دي. اتمنى ان تشوفوا الفيديو الجاي. والفيديو الجاي عن ازاي نوقف شراهة حاجة معينة. هنتكلم بقى على الشراهة نفسها وحتوقف. وخصوصا الحلويات. بس النهاردة هنشيل البرمجة اللي جوه. واللوم والمشكلة دي. عشان ما بقاش كواية. وحنا قلنا برضو اللي بنركز عليه بيزيد. فانا امركزة قوي انه ما كلش حلويات. لا 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 مبروك عليك. هتاكل كثير. يعني كل عقلك شايف كلي حلويات. هما بفعش ما بيفهمش النفل. وكل اللي شايفه اللي بنركز عليه بيكبر. انا عايزة اركز على كلي اللي انت عايزة والدنيا كويسة. لما هنركز على كده هتلاقوا نفسك مش عايزة تاكلوها. اوكي اشوفك بكرة.